إلى موضوع آخر الآن خصصت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بإنجاز السكن الترقوي العمومية مواقع سكنية خاصة بالمكتبين الذين تم تحويلهم من سيغة البيع بالإيجار عدل إلى الترقوي العمومي والمقدر عددهم بأربعة ألاف مكتب حيث تم إطلاق مشاريع جديدة خصيصا لتلبية هذا الطلب حيث خصصت مواقع سكنية للمكتبين في الترقوي العمومية الذي تم تحويلهم من سيغة البيع بالإيجار وحسب نفس المصدر فإنه سيتم منحهم الأولوية في منحهم في توزيع وتسليم السكنات كما أن الأشغال على مستوى هذه المواقع بلغت تقدما معتبرا في نسبة الأشغال بحوالي ثلاثين بالمئة